السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلاعب اليوم في الجولة التانية من الشارقة للمتحدين دكتور مرتضى علي كانددت ماستر من باكستان طبيب عظام ويعمل بالشارقة وأي بطولة بتتلعب في الشارقة بيلعب في الشارقة يعني هو أي بطولة رابد أو بلدز قابلت جي أم عبد الرحمن هشام واللي أنا عارف دكتور مرتضى ده أنا لعبت معابتها عمية مرة تخيل الناس دي بتحتك تقييمه تقريبا 2170-80 هكتبلك بالزبط وبالمرة أعتذر للأستاذة بتاعت مبارح أني كتبت التقييم بتاعها غلط هو تقييمها 2304 وبالمرة بنقدم لها أحر التعازي التعازي بالذي بالذي مش بالذال على الكيش ماتي اللي خدتها النهاردة كنت واقف بتفرج ونوقف كان حزين وبقول لها أنت ظلمت يا جوستفين واللي عملت فيها مش قليل وحاسب لا مش للدرجة دي ماشي اوكي بيدأ مالك وبيدأ مالك من محمد نوفل ليه؟ لأن أنا بصيت على مباريات مورد احنا بدأنا ممكن تعمل لايك لزيز وتشترك في القناة وشكرا على دعمكم الدائم واللايكات الكتير وشكرا جزيلا على التفاعل مع حلقة الأمس قعدت أبص على مباريات مرتضى علي وجدت أنه يلعب حصان ودي فور آكل يأكل ولعب كده ويلعب كده ده اللي شفته موجود في الداتا بيز بيلعبه وذاكرت اللاين كويس رجعت الحاجات بتاعته كلها ومتوقع أنه هيلعب ده لكنه لعب ذا ريو لوباز يا دكتور نوفل قلنا لك مئة مرة ما تجربش أنا فاجأك لا ما أنا مذاكر برضو حاجة عن ريو لوباز يعني أنا برضو مش في الضياع ما تقلقش يعني عشان تيجي لمسابقة بحجم الشارقة فلازم تكون عامل اللي عليك شوية آه مش عالآخر بس شوية مش هتجرب لين ما تعرفش عنه لا طبعا بشب اي فور نايت اف سيكس هاتي البيد تبييد بشب اي سافن روك اي وان حمل بيد لعبت بفايف ميشي ودلوقتي بيت وهنا هو لعب سي ثري داعيا إيايا أن ألعب المرشال وقد حدث مش عاوزني ألعب المرشال ممكن تلعب أنتي مرشال أو أنتي مرشال ممكن هنا كمان تلعب ديفور مباشرة لكن أنا لعبت المرشال وبدأ على وجهه علامات الاستغراب من الـ 1900 اللي هيضحي لبيدأ دو ويلعب المرشال في ايه؟ هو قيلت الأدب دي ما للنفاص قامت واللي ارباع نامت المهم أخذ البيدأ البيدأ ده ده بيدأ المرشال وحامينا البيدأ حامينا الحصان بسي سيكس لعب ديفور سألت الرخ سؤال رجعت على الـ في مباراة مشهورة جدا لكرياكن رجع على الـ لكن روك اي وان هي المين لاين وأنا روحت بالوزير هاتماتات قل يموف عشان ما يخشش في مشاكل انه يلعب جي ثري كوين ايج ثري وهنا في كوين اي تو وفي كوين دي ثري وفي كوين اف ثري وفي بشيب اي ثري هل في نايت دي تو ولا مفيش بتاني نايت دي تو فيها مشكلة بتايق لي هل في نايت دي تو لا نايت دي تو وحشة لكن لكن طبعا هنا في كمان روك اي فور عايز يعمل كده في حاجات كتير فكر ماليا واختار كوين اف ثري لاحظ انا خسران بيدأ مقابل نشاط قطعي وهجوم في لحظة من اللحظات هاتي الوزير يعود الوزير الى الوراء جدير بالذكر ان الشكل ده اتلعب اتنين وسبعين مرة اتنين وتمانين في المية عادل عدت بالوزير عدت بالوزير في المرشال غير محبذ اطلاقا انك تكسر وزراء بشيب اي سري الرخ جات على العمود كل ده مين لاين نايت دي تو احسن نقلة هنا ايه يا شباب اللي تلعبت سبعتاشر مرة عمر ما الابيض كسب روك اي سفن بتجوز على العمود مستغلا اليعني ان دي ربطة والداتابيز فيها سيفور اكل ياكل اسحب الفيل ده ملعوب كتير انما هو لعب نايت اف وان ودي نقلة جديدة مش لقيها في الداتابيز ولما شفتها عناية سري جت لان ايه ده هو وزنة حبس ولا احنا فين ولا في ايه ولا وبعدين قعدت افكر شوية قلت اه ده انا لما حط الفيل هيجي بالفيل ولو اكلت ياكل وكسرنا وزراء ده بيدحك علي العفريت وبالتالي كملت روك اف اف اي ايت عادي جدا ودي احسن نقلة على الانجين وحنا دلوقتي بنلعب دماغ لدماغ الشكل صفار اتنين من عشرة للاسود احنا في النقلة لقم تسعتاشر بيشيب دي وان اكباري انا كنت حاسس ان نفسي احاول لعب اه كده مثلا اونلي موف يرجع لا اونلي موف يلعب كده دلوقتي برضو التكسير بقى اكباري ولو رجعت هيكسر وبقى هو احسن وانا قاعد بخسر وقت كان زماني جبت الرخ فجاوزت جاوزت فعلا بستموف بشباك للاسف هنكسر فيها لو انا مدق جدا هكسر فيها لان انا اصلا بحاول الالعب على المربعات البيضة الضعيفة ما انا مضحي بدأ ليه عشان يبقى فيه جوم فلعبت F5 سيبت وياكل مش عايز اضيع وقت الانجين بيرشح ان انا اللاكل وبعد ما ياكل العب ال F5 دلوقتي بصراحة فيه فرقة لان F3 اللي لعبها مش جاية بتنبو على الوزير بتاعي وده كسبه شوية وقت مهم لوقتي F3 بلندر عشان هاكل لك 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 خلي بقى لك ان ده لو حصل فعلا يعني لو هو مثلا اكل فعلا لو انا كالت فعلا هو اكل ولعبت F هو برضو عنده BD2 والشكل صفاري يكسر كل حاجة وتحاول تخش نهاية خسرا بيدا وتحاول ما تخسرش النهاية دي F5 BX QX F3 وامش عايز اكسر وزراء الانجين بيقول بيست موف QG6 بس انا عايز D تيجي كمان شوية عايز لما يعمل كده ألعب D ومش عايز ياكل وانكسر وزراء كلام الانجين بيقول ان الاسويت بقى أحسن قليلا بعد رخ فرخ أو بعد ما كسر وزراء أساس تخلي تخلي الانجين بيقولك مفيش مانع كسر وزراء عادي وبعدين اديله الكش دي ياكل اديله الكش دي لو مشي هنا مثلا في مشكلة ولا ايه الربطة G5 حلو الكلام فلازم يمشي هنا وبعدين ترجع البيدأ بتاعك ياكل تاكل بصراحة الروح دي جام ده في تعويض في تعويض حلو الشكل اللي الانجين رشحه التكنيك بتاعي كان سيء جدا انا مشيت هنا لاحظ احنا في النال 22 و بدأنا نتعب يعني كل واحد مع 20 دي دي دل وقت المباراة كلها استمر ثلاث ساعات وخمس دقايق مثلا بيش بي تو هنا الانجين بيقولي إلعب C5 وجات في بالي لكن أنا مش عايز الحصان ده يطلع والحاجة تتكسر منطقي جدا ألعب F4 ودي تاني أحسن نقلة على الانجين 3 من 10 للأبيض عايز أحجم حركة الحصان روك تيكس روك تيكس روك E1 جدير بالذكر إن المباراة دي لحد هنا لحد هنا كانت ملعوبة ما بين جريشوك وتوماشافسكي في 2010 وانتهت بالتعادل المهم نكمل بعد ما لعبت الدفع البيضاقية كسر وكسر ورح تاخد العمود الشكل بقى 4 من 10 Qd2 Qe6 دي أول لحظة هبدأ أستفيد من line ومن الانجين الانجين بيرشح هنا H5 فكرة عاوز أضعف أمان الملك ومش هكسر وزراء الوقت صاحب ما بيهدد إنه يجي كده وياخد العمود ويلا نكسر أو تمشي في أي حتة وابقى دي كيش ولو انت غطيت أبقى أكل هياخد مني هيخترق فلقى Qe6 عايز Knight B6 وأكشف المسائل ولا عبرني لعب King F2 عادي جدا line الانجين بتاع H4 لو لعب King F2 أكل بيدق في بيدق بيدق في بيدق ودي لبيدق على الهواء إيه الفكرة الفكرة حرب على المربع ده أنا عجبتني قوي نقلات الانجين خلي بالك دي بلندر لأن هاكل 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 يخسر وزيره ما ينفعش يجي على العمود عجبتني قوي H5 H4 لما حللت المباراة ليه؟ بحارب على المربع المنور قدامك ده لو أكل QG6 حاوز حاوز أحط الحصان واخترق شكل صفار بس الأفكار حلوة تعال نكسر لا ما فيش الكلام ده كيش وهبدأ أخد material الكيش دي ما بتكسبس عشان برجع يرجع تاني Only Move وأنا رجع تاني عايز نفس الفكرة والشكل يتعادل أوكي لكن اللي لقبت QE6 جاي ب King F2 كل هذي الأفكار يعني لا تمثل شيء هتروح كده فيش حاجة واضحة يخب منك العمود بيدق في بيدق بيدق في بيدق فيل في بيدق تأكل أنا كنت يعني كنت في دماغي أن مثلا لو روحت كده أن أنا عندي مثلا بيدق في بيدق بيدق فيل في بيدق ولما يأكل بالحصان أديله كش الملك يمشي أكل الحصان بس الفيل واقف حامي الفكرة دي مش موجودة برضو المهم بدأت أفكر في أن أنا رايح كده ولا كده نهايات لأنه هياخد العمود ومش هسمح له يخترق أعمل إيه بصوا هو الحل الوحيد في الشكل هنا كان H5 دي كانت نقلع بقرية H5 دي بصراحة يعني أن أنا ألعب H5 H4 بس المربع دي يبقى بتاعي فكرة جميلة ما يحدث الآن هو ما يعرف بالخبرة H5 أنا بدأت أقول This is a majority أربعة على ثلاثة هحاول قدر الإمكان أخليها مش متحركة ده كان ينجح إمتى كان ده مهم لو أنا طلعت بالوزير هنا هو قال إيه ده إيه ده هو بصص على دي لا يا عم خلينا أعمل كده يا عم ولما يجي ولما أنا مثلا ألعب H5 ويقرب وادفع A5 ويجي يكسر آكل آكل وادفع البيض الشكل ده نص للأبيض نص بس الوقت بقى 2 من 10 دلوقتي الحمد لله كلام ماشي مصبوط هو لأن الثلاث بيادئ دول مع الطالين لأربعة دول مش عارفين يعملوا بيدأ سالك حلو الكلام حلو الكلام إنما لما هو معبر نيش الفكرة دي أصبحت فشلة لأن هو مش عامل الإضعاف هو عنده دايما D في D اللي عمرها ما كانت تبقى موجودة لو A3 ملعوبة فهنا التفوق بعد التكسير اللي حصل بقى 2 تخيل نفس الشكل ده لو البيدأ ده بس هنا 2 من 10 King D3 King F7 طبعا بقى بص الانجين يقعد يقول لك كلام غريب جدا يعني هو عايز بيدأ في بيدأ الأول وبعد بيدأ في بيدأ King F7 تفوق 9 1 ماشي لكنه شايف ان G4 بتجيب تفوق 2 أي حاجة تفوق 1 هو كمل لها بعادي لان كان G4 الأفضل فهو شايف ان دي غلط ودل الوقت انا اكلت بيدأ في بيدأ اكلت بيدأ في بيدأ وهحاول هحاول اعمل كده جما احنا في رقم 33 على الضغري انا تعبان فعلا يعني اللي هو فعلا تعبت كينجي E6 منطقي بيستموف نايت E4 عايز الفيل الفيل هيرجع احجم المسائل الحصان ما يتحركش وان بيشب D2 خلي بالك انا عاوز ايه انا عاوز انهاية تبقى هذا الحصان امام هذا الفيل هل 1200 الكنددت ماستر اللي كله بتبطي يلعبها دي اللي كان لهم اتشاط على الديتابيز في الشارقة السنة اللي فاتت يعني مش اول مرة يشارك هل هو يرضى يعمل لي كده لا طبعا هو عايز يخش نهاية تحسنة هنا كان عندي H5 ملعبته هاش وفكرت فيها طبعا بس لقيته بيلعب D وبيمنعلي فكرة الدفعات البيدقية وعمل بيدا لكن يا محمد يانوفل انت بتخش دلوقتي والشكل صفار اوكي كمان جاتلي فكرة D بس هياكل كمان جاتلي فكرة اني احضرها بس ساعة ما بحضرها فشلة عشان بيعمل كده ولو دفعت خلاص الفكرة بتاعتي اللي هي D في فشلة وبقدرش اعمل كده دلوقتي عشان بياكل البيدق يعني حاولت اخليها تنفع ما بتنفع شي نايت بي سيكس والان بيشيب تجي فايف الانجين مش عجباه بيقوله لعب جي فور افضل لكن دي هي البست موف وبالعب دي انا كنت راجع من الحمام جايب جايز خلاص قلت بقولك انت يعني مفكر ان انا هكسر بقولك ايه بيشيب دماغي ارحمني يقول الانجين دي وحشة ليه عشان بتاكل بياكل بكش طب والبيدق يعني احنا خسرين بيدق هنا هنسيب بيدق كمان هنا اعمل الانجين اه يا انجين حاسبي الله اه ليه يا عم ازاي خش عليه وهاتو اتحبس ولا ايه لا بيمشي طب يهرب ترجع تاني هاتو الشكل صفر معقول ده انت عايز واحد جني اصبقه مش جني انا ما بلاش نبقى اوفر برضو هو عايز حد احتاج كتير عارف التركات اللي يطلع منها دي يعني انا دلوقتي مشكلتي تجاوزت الافتتاح بمراحل انا مشكلتي how to defend a worse position دي النقطة اللي محتاج احط ايدي عليها موقف سيء لكن ممكن يتم انقاذه محتاج اشتغل عالبوز اذا عندي بشباك هات الحصان طبعا كانت مفاجأة بالنسبالي لان انا قلت انا هامشي بالفيل اطبعا بصبعة جدا لان انا اصلا مبايت عليها من قبل ما اروح الحمام يا خبالك يعني انا عارف انه هيجي كده هقول له لا مش مكسر فجيت نفستها بسرعة والفكرة انه هو هيمشي في اي حتة هرجع تاني هيمشي كده هقوم لعب دي خلاص هو هحاول فهم الدماغ لاخنه بيمشي بتمبو هات الحسان ودلوقتي عايز يخش يديني كيش وياخد بدأ كمان انت جدع انت طبعا غطست هنا غطسة طويلة قوي ان انا عايز لما يعني امشي هنا مثلا ولما بيديني الكيش ها بهرب وعايز فيلك ما عندكش وقت تاكل لأ عندي باكل وعاوز فيلك اجدع ما تدايقناش بالله عليكم طيب عملت ايه عم نوفل نايت سي فور عاوز ايه عم نوفل عاوز البيد دفع البيد اكلت اكلت وقلت الطريقة الوحيدة اللي من خلالها اخلي الفيل ده ما يبقاش موجود وبالتالي لو جه هنا اداني الكيش وانا مشيت ما عندوش حصان في بيدة او يبقى عايز الفيل هي ان انا اديله الكيش دي دلوقتي ويرجع كده واجب الفيل احمي كده لو اداني الكيش الحمد لله بهرب هنا هات الفيل والفيل يبقى يمشي دلوقتي بقول له ايه طبعا تفوق خمسة للابيض ليه؟ لان الحصان ده اتحبس لكن انا كمان شفت له في المباراة هو مش مضطر يدي الكيش اصلا هو عندو بشب هنا وهيجي كده بس راحل حصان فرفضت الفكرة لمجرد ان انا مش هخلي حد يعمل فيها كده انا مش هخلي حد يحطني في الزجزوان جل يعني بيني وبين نفسي عيب بقى يعني ما ما يصحش بقى مش كل مش كل يعني سنة نفس المستوى اكيد لا يعني الواحد محتاج ما يقعش في الحاجات دي بقى اللي هو ايه ده دحك عليك وخلي حصانك لا لا بقى فهربت هنا دي الوقت دي بستموف على فكرة الشكل تفق اربعة ابيض خلاص لكن انا كملت عشان كل تكملة انا بجيب فكرة مش بكمل سخافة وعارف ان انا بخسر بس بكمل اكل وهنا انا قلت لو كلت مباشرة هياكل هياكل يعني عنده بيدق سالك خلاص بقى هيدفع البيدق ويجي وراه فلا انا اللي هاكل بكيش وياكل وياسلام عليك البيدق قافل السكة والفيل قافل there is no كينج انتري بس فيه 9G5 عاوز بيدق وعاوز يكسر لطست غطس طويل ورحت لهذه الفكرة بتاعت انك لو اكلت اكل ويمكن بمعجزة انجو لكن لا هو اداني الكيش وكسر وعارف انه معا بيدق كامل زيادة رجع دفعت البيدق اللي هو يعني لو عملت كده هو تيمكن اضحك عليك واعمل كده وعايز اعمل وينينج برضو للأبيض عادي بس ادينا بنحاول لكن هو منعني وانا لعبت G6 ودخل بالملك وقفت في وشه بدأ يدفع البيدق السلك الخارجي بتاعه كينج كيش منطقية انا فكرت انه ممكن يعملي حاجة زي كده وانا حاول لعب اتضح ان بيقول ده ما كسب برضو يعني عدت افكر انه ادفع البيدق انا هفوت ولو عمل هحاول اعمل ياكل اكل يخش على البيدق المشكلة ان انا متحجر عارف الفكرة المشهورة الوقت هو يخش كده لو انا دفعت البيدق عنده لو دخلت على البيدق لا مش آسف ادفع يجي كده بس دي كمان الاول اقوى مات في تلاتاشر المهم لكنه لقى بالكش دي افضل نقلة فعلا وبعدين ادني الكش التانية وانا برضو اعدت اكمل اكلت بكش وعملت كده بفكرة ان يا عم لو دفعت البيدق احتمال هرجع ولا ايو ولو دفعت اخش كده فيك انه بياكل دلوقتي لو اجاب وزير الاول انا اكلت واكلت شكل تعادل خلاص بمعجزة ان انا حاول اتعادل بس اما اتعادلتش طبعا انا خسرت اتفاجئت ما فيش حاجة موضوع واضح او وجايب لك المطش اللي حد اخر نقل علشان هو فنش المطش حلو انا حاولت اعمل لنفسي نوع من نوع الستيل ميت لكن هو قال لي ها 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 يا عم ها يا عم استيل ميت اهو كش مات يا عم وتشكر يا عم الله يسمحك طيب اه امبارح في التعليقات بس يعني المتابع الاصيل يسمع الكلمتين دول انا عارف ان فيه ناس قفلت ومشيت بس عادي امبارح الناس في التعليقات قالتلي انت لعبت اه ده حقك علي ان انا اقول لك الكلمتين دول عشان تبقى فهم انا بعمل ايه انا طول عمري بلعب اشكال تعادلية جدا ما سيبش بيدة ما عملش عدم تماثل اه اتنين على اتنين على جناح اربعة على اربعة على جناح الافكار كفاية انا محتاج ده يتغير انا محتاج اسيب حاجة واخد حاجة واعض احسب كتير واتعب عن رؤعة واخسر لان دي اول اول مشاركة لية اصلا برا مصر ومع لعبة شطرنج تقيل بجد 2300 بيلعب بكل البناط اللي معوجودة في التقييم 2200 بيلعب بكل النقط اللي في التقييم يعني لعبة التقييم ها حقيقي فانت بتحتك احتكاك حقيقي هنا يا اخوان انا انا كنت ممكن انا اسف هنا انا كنت ممكن انسحب انا عرف ان انا بخسر من هنا عرف ان انا بخسر بس الشكل ده لما انا حللته هتتعلم حاجة هتعرف ان الفكرة دي كانت غلط علشان هو هو لسه ملعبش A3 فكان نفوت تدور على H5 H4 الشكل انا عارف ان هو احسن لكن انك تكمل للاخر ده هيفرق في مستوك ايوه انا بدأ هذه المعارك متأخر عندي 34 سنة انا فدو كن بعمل الحاجات دي وانا عندي 7 8 سنين ودلوقتي 100 ألف حاجة خلاص بس الواحد بيحاول والحد ما يموت هيحاول في الحاجة اللي بيحبها فانبارح الناس قالت انت لعبت لندن برضو لما تبقى تغير وما تلعبش لين شارب كده يا مع جيم سوري الجيم كان الموقف كان حلو جدا جدا لي والعبت كويس جدا المضوع محتاج شوية احتكاك والأمور تتحسن كل طلب منك شوية ايجابية في التعليقات انا عارف ان فيه تعليقات ايجابية كتير بس انت كمان يعني اللي بيكت التعليق سلبي غير تفكيرك خليك ايجابي ولو للحظة هتحس حتى بيدأ وبشوف افكار او مرة في حياتي مستحيل اي حد تعرض عليه الافتتاح ده النهاردة يقولك انت لعبت وحش في الافتتاح وحش مستحيل كل الافكار اللي عبها الجيم مات اتلعبت والشكل كان صفار لكن المشكلة الحقيقة هنا هو ان انا مش قادر اخلي البيدأ الزيادة بتاعه يظهر وكأنه اا مش بيدأ الاشكال دي متماسك انا التكنيك بتاعي كان سيء في النهايات مش مشكلة افتتاح واتمانا اكونوا بسطوا واستمتعتوا وانا طولت عليكم انا بعتذر وشكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته